اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رقم العشرات هو الواحد عدد العشرات قلنا نكتب الواحد ونكمل جهة اليسار هذا رقم العشرات عدد العشرات قلنا نكتب رقم العشرات هنا ونكمل جهة اليسار إذا العدد العشرات هو سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثون معناه هذا العدد نعيد كتابة هذا العدد خمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة عشر سنفككه انطلاقا من العشرات لا بهذا الطريق قلنا معناه هذا العدد فيه سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثون عشرة معناه سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثون في عشرة نكتبنا سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثون شبقاتي نبقتنا الخمسة لم تدخل في العدد نضيفها هنا زائد خمسة قلنا عدد العشرات سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثون معناه سبعة آلاف وخمسمائة ووثلاثون في عشرة زائد خمسة لنفككنا العدد انطلاقا من عدد عشراته نروح للمئات نفس الشيeth 75315 روح للمئات ما هو رقم مئاته رقم المئات وحدث عشرة مئات رقم المئات هو ثلاثة عدد المئات قلنا نكتب رقم المئات ثلاثة ونكمل جهة اليسار إذن عدد مئات هذا العدد هي 753 طيب سنفكك هذا العدد انطلاقا من عدد مئاته 75000 وثلاث مئة وخمسة عشر يساوي هنا في 100 زائد نحن قلنا فيه 753 مئة معناه 753 في 100 زائد هنا نكتب منها 753 ماذا بقي من العدد بقي منها 15 إذن نضيفها هنا لما نضرب 753 في 100 ونضيف لها 15 نتحصل على هذا العدد نفس الشيء نفكك العدد انطلاقا من الآلاف لاحظ 75 وثلاث مئة وخمسة عشر رقم آلافه وحدات عشرات مئات آلاف رقم آلافه هي خمسة عدد الآلاف قلنا نكتب الخمسة ونكمل جهة اليسار 75 إذن رقم آلافه خمسة عدد آلافه 75 إذن نفكك العدد انطلاقا من عدد آلافه معناها عدد نضربه في ألف ونضيف لهم ماذا بقي نحن قلنا عدد الآلاف 75 معناه هذا العدد في 75 ألف معناه 75 في ألف اكتبنا 75 ماذا بقي عددنا 75 بقى 315 إذن نضيفها ها هنا زائد 315 وهكذا نستعمل ميثال آخر نغير اللون مثلا مثلا عندنا عندنا 115 ألف و317 وعطينا ملاحظة في الحصة الماضية أنه عندما يكون عدد كبير نكتبه 3 ثلاثة ثلاث أرقم ثلاث أرقم حتى تسهل علينا قراءته 115 ألف و317 صح نبح إذا طلب منك مثلا ما هو هنا ما هو رقم مئاته رحب رقم المئات 11 رقم المئات هو ثلاثة عدد المئات في عدد المئات قلنا نكتب رقم المئات ثلاثة ونكمل جهة اليسار لح إذن عدد مئات هذا العدد هي 1153 طيب سنفكك هذا العدد 115 ألف و317 يساوي نفككه نقول مئات معناه هنا مئة انطلاقا من عدد مئاته قلنا فيه 1153 وخمسون مئات معناه 1100 ومئة وثلاثة وخمسون في مئة زائد ماذا احنا كتبنا 1353 وشعب قد قد 17 لم تدخل في العدد إذن نضيفه هنا زائد 17 معناه لما نضرب 1100 ومئة وثلاثة وخمسون في مئة ونضيف لها 17 نتحصل على هذا العدد نفس الشيء نفكوه بطريقة أخرى نبقي على نفس العدد 115 و317 نفككه انطلاقا من مثلا من عشرات الآلاف لحظ رقم عشرات آلافه رقم عشرات الآلاف لحظ وحدات عشرات مئات آلاف عشرات الآلاف عشرات الآلاف رقمها واحد صح عدد عشرات الآلاف قلنا نكتب الواحد تعقم عشرات الآلاف ونكمل جهة اليسار معناه عدد عشرات الآلاف هو 11 هذا العدد رقم عشرات آلافه واحد عدد عشرات آلافه هو 11 طيب سنفكك هذا العدد انطلاقا من عدد عشرات آلافه لاحظ مئة وخمسة عشر ألف وثلاثمئة وسبعة عشر تساوي نحن قلنا عدد عشرات الآلاف معناه هنا نكتب عشرات آلاف زائد صح عدد عشرات الآلاف معناه في 11 عشرات آلاف هنا نكتب 11 صح نحن ادينا في العدد غير 11 ماذا بقيت خمسة آلاف وثلاثمئة وسبعة عشر نكتبها هنا معناه 11 في عشرة آلاف زائد خمسة آلاف وثلاثمئة وسبعة عشر نتحصل على هذا العدد ان شاء الله عز وجل ان تكون اعجبتكم هذه الطريقة طريقة تفكيك عدد انطلاقا من الرقم وعدد العدد اسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر الاساتدى والمعلمين وفي الاخير برك الله فيكم الرجاء الاشتراك في القناة لمن يشاهد الفيديو اول مرة ارجو منكم الاشتراك في الفيديو بالضغط على ابوني وبعدها الضغط على الجرس حتى تصلكم الفيديوهات وحتى يعطينا دعم واستمرارية في هذا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته